تكون مباراة بين المنتخب الجزائري والمنتخب السويدي في هذا النادي بسبب أندي ديلور نعرفوا طريقة خروجه من نادي براست لا يستحق المكان في المنتخب الوطني لازم علينا نشوفوا لعبين جدد لعبين راح نشوفهم يكونوا مفاجأة جمال بالماضي وأيضا أنه صالح بي السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو قبل ما مبدأوا ما تنسوا وشاركوا تصلي ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنسوا وشاركوا في القناة فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد أول شي باش نبدو بي في هذا الفيديو رح نتكلمه على يوسف بالليلي اللي رسميا تنقل إلى نادي أجاكسيو الفرنسي كنا تكلمنا البارح في الفيديو السابق أنه بالليلي رح يتنقل وقتلكم سوى المساء أو غدا رح يوقع ويعلنوا على الصفقة والحمد لله كلامي كان صحيح والبارح المساء أعلنوا على الصفقة ويوسف بالليلي تنقل إلى نادي أجاكسيو بالليلي في هذا النادي رح يحمل رقم 92 كما ركوا تشاهدوا معنا في الصورة وكي الناس يتسألوا علاش يوسف بالليلي حمل هذا الرقم ويش يعني هذا الرقم ليوسف بالليلي ساهل الأمر صديقي جدا لأنه بالليلي من موليد عام 1992 لهذا السبب يحمل هذا الرقم الآن نتمنى له كل التوفيق مع هذا النادي وان شاء الله نشوفه متألق ويسجل عديد من الأهداف ويبرز مع هذا النادي بالليلي رح نتكلم عليه الآن ويشن هو السبب اللي خلاه يوقع مع هذا النادي ومن هو كان السبب باش بالليلي وقع مع هذا النادي السبب الرئيسي هو أندي ديلور كما ركوا تشاهدوا معنا أنه نادي أجاكسيو في الأخير تحت كتبه ميرسي أندي ديلور لأنه هو اللي كان الواسطة وقنع يوسف بالليلي وتواسط معه بالليلي أنه باش يتعقدوا معاه ويكون يلعب في نادي أجاكسيو لأنه ويش علاقة أندي ديلور بنادي أجاكسيو هل أصحاب أصدقاء لا أندي ديلور لعب سابق في نادي أجاكسيو وأندي ديلور مشجع لهذا النادي مشجع وفي جدا حتى ضد نيسك يسجل عليهم هدف ما حبش يحتفل ولا أي شيء بالليلي حاليا في هذا النادي بسبب أندي ديلور نعرف طريقة خروجه من نادي براست بسبب مشاكل توطر في العلاقات كان من الصعب يوسف بالليلي أنه باش يلقى نادي آخر يدير فيه ثقة ويمضيله عقد ولكن الحمد لله بتدخل أندي ديلور بالليلي حاليا موجود في نادي أجاكسيو بالليلي دائما نتكلم علي أنه لعب فنان لعب مهاري كل هذه الأشياء نعرفوها ما كانش إنسان يعرف كرة القدم ويقولك بالليلي لعب سيء لا بالليلي لعب جيد لعب رائع مهاري فنان يراوغ يسج الأهداف ما شاء الله له ولكن المشكل اللي فيه والعيب اللي فيه اللي إن شاء الله دائما يتعلم من الدروس اللي عنده والمشاكل اللي يتوقع عليها وصرعت له في المسيرته كامل أنه يصلح نفسه ويتعلم الانضباط ويركز فقط على عمله داخل الميدان وفي التدريبات وميركزش على أمور الجانبية الرفاهية وأمور كله لأنه سر النجاح كل المحترفين والنجوم واللاعبين الكبار هو الانضباط الموهبة وحدها ما تكفيش لازم العمل الجهد الانضباط لازم تكون إنسان هاكا ستريكت وسيريو بزاف باش تنجح نتمنى كل التوفيق ليوسف الليلي وإن شاء الله يكون متألق مع هذا النادي ورسميا حسب المكلف الإعلامي للمنتخب الوطني والناطق الرسمي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم صالح باي عبد صرح في الإداءة الوطنية وقال أن المنتخب الجزائري والاتحادية الجزائرية في اتفاقات مستمرة وتواصل مستمر مع الاتحادية السويدية من أجل مباراة ودية بين المنتخب السويدي والمنتخب الجزائري إن شاء الله هذا اللي نتمناه رح تكون مباراة مهمة ومباراة جيدة أو أيضا كما ركوا تشاهدوا معنا حسب الصحافة السويدية الرسمية كما ركوا تقرأوا معنا أنه رح تكون مباراة بين المنتخب الجزائري والمنتخب السويدي رح تلعب في فرنسا في ملعب مارسيليا رح تكون إن شاء الله يوم 19 نوفمبر هذا اللي انتمناه راح تكون مباراة مهمة ومباراة جيدة ضد منتخب قوي المنتخب السويدي وهدي فرصة لجمال بالماضي وللعبين المنتخب باش يثبتوا نفسهم انهم يستحقوا المكانة الاساسية وفرصة لجمال بالماضي باش يجرب فيها العديد من اللاعبين الجدد اللي ممكن راح يجيبهم وممكن راح نشوفوهم يكونوا مفاجأة جمال بالماضي وايضا انه صالح باي عبود تتكلم وقال انه راح نلعب وايضا مباراة ودية ثانية في نفس الشهر راح تكون مع منتخب افريقي وحاسب ما تتكلم العديد من الصحف يعني الجزائرية والافريقية على هذا الخبر انه ممكن 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 واحتمال كبير انه راح تكون مباراة بين المنتخب الجزائري ومنتخب جنوب افريقيا انا نشوفها فرصة جيدة ومنتخب جيد منتخب جنوب افريقيا باش نلعبوا ضدهم مباراة ودية وتجربة تكون قوية وبالاخص واهم شي انه تكون مباراة نحن لعبوها في الجزائر ما راح نلعبوها خارج الجزائر وهذا امر جيد للعبين باش يتعلموا ويوالفوا انهم يحتكوا مع اللعبين الافارقة لانه اللعب صراحة مغاير تماما انك باش تلعب مع اللعبين تأمريكا اللاتينية وتلعب مع اللعبين اوروبيين مختلف تماما طريقة لعبهم على طريقة الافارقة الافارقة يعتمد على الخشونة على الاندفاع البدني على الجهد بصفة عامة اما في اوروبا او في امريكا الجنوبية امريكا اللاتينية يعتمد على الفنيات المهارة لهذا السبب دائما المنتخب الجزائري يتفوق على المنتخب الامريكا اللاتينية وايضا حتى مع المنتخبات الاوروبية المنتخب الجزائري دائما يكون ندا للند لهم اما مع المنتخبات الافريقية تكون اضعف منتخب افريقي يقدر يدير لك مشكل وتقدر تخسر معه لأن الأفارقة يلعبوا كل شيء إلا كرة القدم يستعملوا معك العنف الخشونة عندك لعبين مهاريين كين لعبين نجوم في أفريقا في أنديتهم يخافوا باش يحط رجلو يخاف باش يريس كيبوحوا مع هذه الخشونة والأمر اللي ينتمنى صراحة أنه جمل بالماضي إن شاء الله يستقدم لعبين جدد من أجل ضخ دماء جديدة في المنتخب الجزائري صراحة كالحارس مثلا أوكيش دا أنا نشوفه حاليا ما عندوش مكانه في المنتخب الجزائري كبير في السن لا يقدم أي شيء بالنسبة لي أنا نشوفه لاعب زائد في القائمة لا أكتر أو على أقل يوجد مثلا بذران لا بدك نشوفه أنا أيضا لا يستحق المكانه في المنتخب الوطني بن عيادة نشوفه لا يستحق المكانه في المنتخب الوطني لازم علينا نشوفه لعبين جدد لعبين في مستوى عالي لعبين يكونوا صغار في السن باش تبني عليهم مستقبل للمنتخب الوطني وهذا اللي انت منه ان شاء الله جمال بالماضي يديره أنا كخاليفة علال مشجع للمنتخب الوطني ما يهمنيش اللعب الفلاني الفلاني كذا كلهم ابناء بلدي كلهم جزائريين ولكن الأمر اللي يهمني يهمني أنه لعب ويكون في المنتخب الجزائري يقدم الإضافة مش أنك تكون في المنتخب الجزائري فقط لا عندك دور لازم عليك تديره أنك تمثل بلدك أحسن تمثيل وتشرف بلدك وترفع راية بلدك هذا الأمر المهم مهم تحية لكم كل حب والإحترام وتحية الجزائر